بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم وفيديو جديد او حلقة جديدة بعنوان اني جالي سؤال بيولي سؤال بيستقامني انا معي اقامة دايمة ومقدم عالجنسية الدنيا تبقى ماشية معايا ازاي وما هي الاجراءات التي يجب علي ان اتخذها تعالوا من الاول بسم الله الرحمن الرحيم هنشوف الاجراءات او ايه الوراية اللي انت هتحتاجها هي من تقدم على الجنسية الاوكرانية من واقع بيانات اللي هي موجودة في ادارة الجوازات والحجرة اميجريسيون سلوشبا اوكراينا بيطلبوا منك ايه جواز صفر بلدك الام بيكون ساري مترجم ومعتمد من الناتاريوس الاقامة الدايمة بتاعتك اللي هي بتاعت دولة اوكرانيا مر على الاقامة الدايمة يا اما خمس سنين متصلين يا اما حضرتك مر على الاقامة الدايمة سنتين بعقد زواج من اوكرانية وعقد الزواج يكون ساري ما يكونش مطلقة يعني في ناس بتبقى معها اقامة دايمة وطلقت فبيضطروا يقعد خمس سنين بالاقامة الدايمة وبيقدم على الجنسية طبعا بيطلبوا منه شوية اجراءات تانية ايه دافية هم هيقولولك عليها انا مش عايز اقولك عليها دلوقتي او مش هقولك عليها لان بتبقى حاجات كده مكعبلة بالنسبة للموضوع الاقامة دايمة بعد خمس سنين وعايز يقدم على جنسية ان انت تكون داخل دولة اوكرانيا ومدة ما تزيدش خارج اوكرانيا ومدة ما تزيدش عن ستة شهور مية وتمانين يوم وبيجيب جواب من المطار بتحرقاتك وولي 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 فالناس اللي معاها اقامة دايمة وبواقع الزواج افضل حل ليهم يقدموا على الجنسية بعقد الزواج ودي اقوى طريقة وبيسموها استاتيوس ديلياتا او مدى رقم 9 في القانون الاوكراني لمنح الجنسية الاوكرانية يبقى ان جواب السفر معتمد اقامة دايمة معتمد ومترجم انه جواب السفرك يعني العادي بتاع دولتك ونتاريوس ومترجم للغة الاوكرانية الاقامة دايمة حساب بنكي في دولة اوكرانيا تقريبا بيكون محطوط فيه على حد علمي ما لا يقل عن 19000 جريفنة يعني في حدود 1300 يورو ممكن اكتر حط 1700 1900 لو معك 1200 حطوهم ما يخصرش الفلوس تحطها باليورو تحطها بالدولار تحطها بالجريفنة ما يقلش عن الحد الادنى اللي هما طلبينه عشان ما يجليش سؤال يسألني طبحتهم بالدولار طبحتهم باليورو طبحتهم بالجريفنة حطوهم زي ما بتحطهم المهم الشهادة البنكية اللي بتطلع بتطلع بالقيمة اللي هي معادلة للمبلغ اللي هما حطيه طبينه منك لو زودت عليه يكون افضل المبلغ اللي انت تكون حطو دا يكون مبلغك انت او فلوسك انت ما يكونش باخدهم قرد من بنك ولا اي حتة تكون دي فلوسك الشخصية عقد الزواج زي ما قلنا قبل كده وضحنا مهم جدا طبعا لانت بتقدم على الجنسية بواقع عقد الزواج وكون عقد الزواج ساري شهادة اللغة شهادة اللغة الاوكرانية بتشوف حطرتك الميجريسون السلوشبة او الجهة اللي هي بتاعت البوليس اللي هو الجوازات والهجرة بتبعتك على انهي مدراسة او على انهي معهد لغة بيعمل لك اختبار لغة اوكرانية قراءة او كتابة او محادسة او معلومات عامة الله اعلم مش يعني مش مش ملهم بالحتة دي ومش مهم هما هناك هيقولولك الدنيا تبا ماشى ازاي المهم بتحصل على شهادة اللغة اعرف ان شهادة اللغة بتكون صلاحيتها حوالي شهر تقريبا فا او بتتجدد اوتوماتيك طالما انت اجحت اول مرة يعني لو شهادة اللغة صلاحيتها خلصت بتروح تاني نفس المعهد بنفس الصورة بتاعت الشهادة القديمة لان الاصل بيكون معهم في الفايل بتاعك فاتتصور اي ورقة اه تعملها تصور منها نسختين على الال يكونوا معاك عشان تطلع على شهادة اللغة بعد ما تنتيه صلاحيتها لان هتنتيه صلاحيتها طيب الفيش الجنائي او الوصيقة صحيفة الحالة الجنائية بالنسبة للعرب او الفيش الجنائي بالنسبة للمصريين اي حاجة صحيفة الحالة الجنائية زي ما بقول لك وبتسأل فيها صفرتك بتاخد وقت قدي ايه عبل ما بتتبعت حقيبة ديبلوماسية وما الى زي صور خلفية بيضة ست صور تلاتة ونصف اربعة ونصف المقاس مش اربعة في ستة تلاتة ونصف في اربعة ونصف المقاس بتكرر مرة اخرى والكود الدريبي او الرقم الدريبي بتاع دولة اوكرانيا يبقى نقولهم بسرعة جواز الصفر الاقامة الدايمة الحساب البنكي عاد الزواج شهادة اللغة الفيش الجنائي اه ست صور اربعة ونصف في تلاتة ونصف الكود الضريبي دي اهم الاوراق او بكة الاوراق او الفايل او الملف الي انت هتجهزه لحصول على الجنسية بعد ما ربنا يكريمك وتحصل على الجنسية انت بتقدم الورق لجهة اللي هي الحتة اللي انت مقيم فيها او المقاطعة اللي انت مقيم فيها بوليس الاجانب الي عندك او الجوازات والهجرة اللي انت تابع لعنوانك فيها او عنوانك تابع فيه بيبحثوا الملف بتاعك وبيبعتوه للمركز الرئيسي بتاعها. بحس الملف الاطلاع على البيانات والحاجات دي كلها بتاخد من حوالي من تلات ونص تلات شهور ونص لست شهور. اه تحرد دقة في اه كل حرف بتكتبه من اسمك و اه جميع المعلومات اللي انت بتكتبها تكون دايما مصبوطة لسبب بسيط لان اي خطأ الملف ممكن يرجعوه لأي الخطأ. مهم من تلات شهور ونص لست شهور بيتم بحس الملف في المقاطعة اللي انت عايش فيه او في العنوان او في المدينة اللي انت عايش فيها قبل ما يبعتوه كيف. يعني الملف بتاعك بياخد مرحلتين من البحس. او المرحلة اللي هي في بلدك او في المدينة اللي انت عايش فيها تبع في عنوانك. وتاني مرحلة في كيف. كله تمام عندك في المدينة اللي انت عايش فيها او الجوازات والهجرة اقشرت وكل حاجة هما بيبعتوا أوتوماتيك لكييف الورق بيكون في مدينة كييف أو في العاصمة كييف في سكرتارية هناك المركز الرئيسي لاستلام الأوراق للناس المرشحين للحصول على الجنسية الأوكرانية هناك بيسموا الجهة المنوطة ببحث الأوراق بتاعتك وترشحها للسيد رئيس جمهورية أوكرانيا سكرتارية رئاسة الجمهورية حضرتك اللي يقول لك أنت هتستلم ورقك أو هتستلم جنسيتك بعد شهر بعد شهرين أنا أعرف ناس في كيف هي خلصولك الورق ده كل ده تقول له عليها إيه كلمتنا المشهورة حامرة يوضة أو يا بطيخة ليه بقى يا حبيب أنت وهو كلام ده كله نصب ومش مصبوط لأن سكرتارية رئيس الجمهورية حتى عندك في المدينة بتاعتك محدش بيعرف الدوق الجنسية أو ترفضت أو إن كانت الأسباب وقت ما بتاخد بتاخد الرد بيجي على القبلس بتاعتك أو الجهة المدينة بتاعتك أو الريوم بتاعتك وهم بيتصل عليك يقول لك منحوك الجنسية أو رفضت منح الجنسية لجنة سكرتارية رئاسة الجمهورية هي الجهة المنوطة بمنح أو بمنقشة الأوراق بتاعتك وترشيحك لسيد رئيس الجمهورية بيخش لسيد رئيس الجمهورية البوستة بتاعته اللي هي بالنسبة العادية جداً ومن ضمنها بوستة مناحي الجنسية ورافضي منح الجنسية اللي بترشح لهم رئاسة الجمهورية بيجي له البوستة هو بيبص فيها ما بيبصش على الأسماء لرامي والعصام والخالد ولا 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 الجن الأزرق بيبص على المناحي وعلى الرافض بيحاول تلتمية اسم وتلتمية اسم امتى والمدة بتاخد قد ايه وبيمدى على قد ايه كم كل يوم وقد ايه محدش يعرف الحكايات دي هم بس اللي يعرفوا فيها انت بيجي لك الرد النهائي أو القرار النهائي يقا يلأ يقا يلأ دي بتاخد من حوالي من ستة شهور لسبعة شهور ال او ممكن تزيد على حسب ما هم يقرروا على حسب ما هم يبحثوا الموضوع ده تمام فعشان نكون واضحين الموضوع كله بياخد آآ ستة عندك ويعني ممكن من سنة لسنة لثلاث شهور سنة ونص ولازم يرد عليك بالاجاب او بالرفض مفيش حاجة اسمها ايه اللي يقول لك انا بقلي ثلاث سنين مقدم وما ردوش علي كل ده فارتكد كلام وكلام اهبل وما تسمعلوش وما تسمعش لاي حد عموما انت بتقدم اوراقك الورق اول ما يقول لك راح كيف تقولي الحمد لله ما هو طلع من عندك وراح كيف انت بيردوا عليك في كيف دي حاجة ترجع لهم لكن انا بقول لك قانوني الورق ما بيزيدش عن سنة وبيردوا عليك فيه الجنسية بتاعتك هي اما بالمنح اما بالرفض اولا سكرتات رئاسة الجمهورية هي اللي بتقرر منح الجنسية او عدم منح الجنسية بترشح وبتحط الاسماء عادي بسيريا المعين او برقم معين او بيكود معين الرئيس بيمدع على البسطة عادي تحت وخلاص لا بيبص على الاسماء ولا بيناقش او الله اعلم بيناقش ولا بيناقش دي مش بتاعتي المهم بيجي لك قرار المنح تمام واصلك قرار منح الجنسية بنفرح وبنقول الف الف مبروك وكل تماما وكل حاجة حلوة بيدوك البوليس اللي الجانب او الجوازات والهجرة في المنطقة التابعة ليك بيدوك شهادة منح الجنسية وبيدوك معاها كارت صغير كده عامل زي بطاط التموين كده ورقتين ورقتين كده هوا غير طبعا الخارجة اللي انا مستهى مكتوبة فيها بياناتك ومكتوبة فيها كل حاجاتك ان انت مواطن اوكراني تيمبروري او مؤقت لمدة سنتين دي اسمها شهادة منح الجنسية او ورقة بتمشي بيها لمدة سنتين ليه بيدوها لك بمدة سنتين مؤقتة عشان حطرتك بيدوك فترة سنتين لجيب لهم شهادة تنازل عن الجنسية لام بتاعتك طبعا في خلال السنتين دول لو انت لمواغزة اتمرقعت وما جبتش الشهادة بتاعت التنازل عن الجنسية بتاعتك للام بيشيلوا من عليك او بيسقطوا من عليك الجنسية الاوكرانية قعقاب ليك لانك انت سنتين بديناها لك عشان تكيب شهادة التنازل وعشان تحصل على الجنسية بتاعتهم بشكل كامل وتبدأ تتصور وتاخد الاي دي كارت والبيمتريك باسبورت او الباسبور الالكتروني الاوكراني تمام؟ بعد ما انت جبت له شهادة منح الجنسية بياخده منك او شهادة التنازل عن الجنسية اللي هي الام بتاعتك بياخده منك الشهادة اللي هي المؤقتة وبيدوك معاها امتى بتيجي تتصور وتاخد الاي دي كارت والباسبور بمتريك النوع الجديد اللي هو انت بتخش بيه الاتحاد الوروبي من غير فيزا كده تكون خلصة الاجراءات بتاعت الجنسية الاوكرانية واجبتي على السؤال اللي جالي انا معايا اقام دايما ايه هي الاجراءات المتبعة او المتخزة لحال الحصول على الجنسية الاوكرانية هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة